الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا طبعا الدرس الجديد والليك تعلقنا طبعا بمكون التربية المدنية القسم الخامس ابتدائي طبعا الدرس السادس أحافظ على صحتي وسلامتي إذا كما قلنا التربية المدنية المفيدة في الاجتماعيات القسم الخامس ابتدائي إذا نبدأ على بركة الله أول حاجة نتعرف على أهداف تعلماتي أولا أعي قدراتي وحدودها أهم حاجة الوعي بالقدرات ديالي والحدود ديالها ثم درازة وضعي أدرس وضعيات فيها خطر على صحتي وسلامتي مهمة بزاف دراز وضعيات فيها خطر على صحتي وسلامتي ثم أقترح السلوكات لحمايتي من تلك الأخطار وأبرهن نعم اقترح مجموعة من السلوكات والتصرفات لحمايتي من تلك الأخطار إذا عفوا أمهد لتعلماتي لنا كأطفال حقوق نتمتع بها ولنا أيضا قدرات ومهارات نستخدمها لمساعدة آبائنا في البيت أو الحقل غير أننا أحيانا لا نعي حدود قدراتنا ونقوم بتصرفات تتسبب لنا في حوادث مؤذية نعم فكيف نتجنب الحوادث في المنزل وخارجها وما هي التدابير المحافظة على صحتنا وسلامتنا إذا الهدف من الدرس هو الوعي بالقدرات دينا والحلود دينا وندرسوا وضعيات فيها خطر على الصحة دينا والسلام دينا ثم نقترح سلوكات للحماية من تلك الأخطار نعم نمر إلى النشاط الأول الذي يقولنا أتعرف أنواع القدرات إذن أقرأ الوثيقة واحدة نقرأ الوثيقة واحدة الأولى أنواع القدرات نعم فعندنا القدرات ثلاثة القدرات الجسدية والقدرات العقلية والقدرات العاطفية نعم القدرات الجسدية تتمثل القدرات الجسدية في المهارات الحسية الحركية والبدنية والنشاط طبعا اليدوي إذا تتعلق بالجسد للحملة طبعا وتختلف هذه القدرات من شخصي لآخر بحسب بنيته الجسمية أو الجسدية إذن قدرات جزدية واضحة والعقلية طبعا تجسده في عدة عمليات فكرية بحلاج تحليل التركيب إعادة الإنتاج إعادة البناء ثم إصدار الأحكام والنقد والتعبير هذه قدرات عقلية والتعبير عن رأي اتخاذ القرارات الخاصة طبعا القرارات الصائبة ثم قدرات عاطفة عاطفية اللي مهمتان هي العواطف الإيجابية والسلبية لشخص تجاه وضعية ما ولمدة معينة إذن العواطف الإيجابية والسلبية لشخص تجاه وضعية ما ولمدة معينة كالفراح السعادة الحسن ثم الغذب أو التحكم في الغذب أو فقدان التحكم في العواطف إذن عندنا ثلاث قدرات ها هما قلنا أسمي أنواع القدرات التي يتميز بها كل شخص من الأشخاص ها هما قدرات جسدية القدرات العاطفية القدرات العقلية أبين هل هذه القدرات خاصة بالذكور دون الإينات أم أنها تهم الأثنين طبعا هذه القدرات تهم الأثنين تهم الذكور والإينات أقدم انطلاق مكتسباتي وخبراتي الفردية مثال عن كل قدرة من القدرات الثلاثة الجسدية العقلية والعاطفية إذن كما قلنا الجسدية أعتذر إذن قلنا قدرات جسدية القيام بحام الأتقال أو غير ذلك عقلية مثلا التعبير عن الرأي سنرى الإجابة لدرنا أسمي أنواع القدرات التي تميز بها الإنسان كما قلنا كل شخص عدنا قدرة جسدية قدرة العقلية كما قلنا والقدرة العاطفية نعم هذه القدرات ليست خاصة بالذكور دون الإينات نجيب على الأسئلة دابعا بل إنها تهم الأثنين معا طبعا مثل عن كل قدرة من القدرة الثلاثة بالنسبة الجسدية مثل القافز الواتب الجاري حمل الأتقال العقلية إبداء الرأي التعبير العامي الرأي الصائب الإنتاج العطاء والعاطفية الثقة العالية بالنفس نعم الثقة العالية بالنفس تحكم في الغذب تكوين تجاهات إيجابية طبعا نحو المدرسة والمحيط بالنسبة هنا قلنا أعي حدود قدرات وما يميزني كإنسان للآخرين نعم الصورة الثمان طبعا كما ترون ثم الصورة حمل الأتقال هذا طبعا التزحلق ثم عدنا هنا ورشة هنا هنا نعم الرقص طبعا سنرى هذا النوع القدرات والمهارات أتمنى أنه في الرسوم إثنان وثلاثة وخمسة خمسة هي هذه هذا الرقص ثم والصورة أربعة نعم ثم أقوم بما أسمي الأنشة التي يقوم بها الأطفال والنوع الألعاب التي يمارسونها نعم ثم أستنتج التباين في المهارات والقدرات التي تمتعبها الأطفال ورغم اختلاف جنسهم يعني رغم اختلاف أن نذكر أبدي رأيي في أهمية تنمية القدرات الذاتية للفرد في حدود ما تسمح به إمكاناته الجسدية والعقلية سنجيب على الأسئلة أولا القراش نهاية القدرة مجموعة من المهارات تمكن الفرد من القيام بمهام إذا هي القدرات يعني مجموعة من المهارات تمكن الفرد من القيام بمهام أسيطة أو مركبة تتغير بحسب احتياجاته الخاصة أو الأنشطة المراد إنجازها نعم نجلب الأسئلة مع تهدير إذن نوع الأنشطة التي يقوم بالأطفال طبعا ونوع الألعاب أها هي عدنا هنا سنرى بالنسبة لصورة 2 رياضة تزحلق على الأمواج بالنسبة لصورة 3 طبعا رياضة حمل أفقال وبالنسبة لصورة 5 عدنا الرقص على الجريد في قاعة مغطاة وبالنسبة لصورة 4 الفن التشكيلي أو التعبير الفني نعم دابا الآن سنمر إلى السؤال الثاني اللي قلنا استنتج التباين سنرى إذن استنتج التباين في المهارات والقدرات التي تعبير الأطفال رغم اختلاف جنسي نعم نعم فهنا الحفاظ على التوازن جيد هنا طبعا القدرة على التحمل وطبعا الصبر هنا التوازن والتحكم في الدات نعم جيد وهنا القدرة على التعبير الفني إذن هناك تباين في المهارات والقدرات طبعا التي متعب بها الأطفال ثم نمر إلى طبعا تعبير رأي عن قدرات المهارات واختلاف فيما طبعا بين ذكر إنات وبين طبعا الأطفال تختلف القدرات والمهارات من شخص إلى آخر فيبقى تنمية هذه القدرات نعم إذن تختلف القدرات والمهارات من شخص إلى آخر فيبقى تنمية هذه القدرات أمر ضروري في حدود ما تسمح به إمكانات الفرد الجسدية والعقلية نمر إن شاءتاني أدرس وضعيات فيها خطر على صحتي نعم أكتشف الحوالي المنزلية التي تشكل خطر على صحتي لاحظوا الطفل في الوثيقة طبعا أو صورة 6 يعني عند اقتيرة طبعا من هذا الفر هذا فقد يحترق قد يصاب مثلا بحريق عن طريق على مستوى مثلا هذه الأطعمة التي تكون هي صاخنة إذن داخل البيت الصورة الثانية هذا ستسعد ملاحظ أن هناك صور طبعا على مستوى الساعد هنا قد يقع له الصعق الكهربائي في الساعد وسنرى تنقرأ هذه الدول هذا داخل البيت إذن أماكن وقو الحوادث أماكن وقو الحوادث والأخطار المهدد لسحة الأطفال السلاليم الشرفة كلها أماكن وقو الحوادث في داخل البيت في محيط البيت الحاضقة نعم المسباح المرأب القراج في وسط القراوي البئر محارة السد الوادي تيار الضغط العالي الكهرباء نعم هذو كلهم أماكن وقو الحوادث والأخطار إذن الساعد نبري الرقم السا وحدة الأماكن التي تعرضوا في الأطفال للحوادث الأخطار هي ثم أتمع عنه في الرسم وثيقة 8 وثيقة وثيقة أسمي الحوادث التي تعرض لها الأطفال هنا نوع الحوادث نعم إما حريق إما كصور إما صعق أستنتج من قراءة المبيان عند الإجابة عنه سنرى الحوادث لا تقعوا الأطفال بكثرة داخل من منزلهم نعم لاحظوا هذا المبيان فيعبر عن توزيع الحوادث المنزلية بحسب الحوادث المنزلية الحوادث المنزلية نعم السقوط هو الذي يشكل أكثر يتبعوا الاستضام لـ 11.8 هذا يأتي الحروق بصف وغيرها الأكثر هو السقوط سنرى طبعا إجاباتنا الأماكن التي تعرضوا فيها الأطفال الحوادث هنا قلنا داخل المنزل المطبخ الغرف النوم الحمام دورة المياه السلال المشروفات ثم في المحيط طبعا البيت الحاديقة والمسباح المرأب حسب الوثيقة وفي الواسط القاروي البئر محيرة السد الوادي تيار الضغط الآي الكهرباء نمر إلى السؤال الثاني وسمينا الحوادث التي تعرض لها الأطفال ومكان وقوعها فبالنسبة لهذه الحريق في المطبخ الحريق بوضة النار قد الشاي الصاخ مثلا وثيقة سعود عندنا الجروح على مستوى الدراع أو على مستوى الدراع اليد جروح وكسور بالنسبة الوثيقة عشرة الصقب الكهرباء نمر إلى الحوادث التي تقوى الأطفال بكثرة داخل منازلي من خلال قراءة مبيل التي قرأنا بهذا نجيد السقوط السبعي فاصيلة السفر المياه نعم هذه الأزرى يلي الاستضام 11.8 نمر إلى أتعرف بعض الحوادث التي تتعرض لأطفال في البادية نعم نقرأها الوثيقة اللولا غرقت الميذ بوادي أم الربيع إذ قادته الحرارة المفرطة إلى مياه النهر وقد تمكن الدرك الملكي والوقاية المدنية من تشاج ونقلها إلى المستشفى الجهوبي باني ملال إذن أقرأ الوثيقة 11 وأستعين برسوم لاحظ هذا الرسم يعبر لنا عن طبعا كلاب تنباح ضد الأطفال هذا عمود كهربائي إذن قالوا أن السعيد برسوم وثيقة نشر ما أستنتج ماذا وقع للتلميذ وأفسر سابق ذلك وقع على أن التلميذ غارق بوادي ومن ربيع والسبب هو أن الحرارة المفردة قادته إلى تلك المياه أوضح كيف ينبغي عندنا أطفال تجاه الكلاب إذن كيف يتصر الأطفال عدم الاقترام منهم عدم اللعب معهم ثم عدم الهرب يؤدي إلى خطر لهم أذكر الخطر الذي قد يتحرض له الطفل في البادية إذا صعد عمود سي الكهربائي نعم إذا صعد عمود سي قوي الصعيق الكهرباء قد يؤدي إلى الموت أعبر عن رأي كيف يمكننا كأطفال نتصرف لججنب الأخطار سنرى طبعا كيف ذلك سنرى ها هي إذن تعرض الطفل للغرق بسبب الحرار المفيطة التي قادته إلى السباحة في مياه نهر أم الربيع ينبغي أن نتصرف كأطفال مع الكلاب طبعا لحظة صورية عدنا عدم الاقترام من الكلاب عدم الهروب منها وعدم رشقها بالحجارة عدم اللاعب معها الخطر الذي تعرض للطفل في البادئ سعيدة عمود الكهربائي والصعق بالكهرباء شالل قد يقع كصور على مستوى العظام خطر الموت هذه كلها أخطار وعبر عن رأي طبعا كيف يمكنك أطفال نتصرف الحوادث للحوادث والأخطار ينبغي تجنب كل سلوك يؤدي إلى وقوع حوادث فلا ينبغي اللاعب بالأدوات حادة عدم تسلق الأعميد الكهربائي والأشجار عدم اللاعب مع الابتعاد عن الكلاب عدم طبعا اللاعب الأشيائية الحاد نمر إلى النشاط الثالث أقترح سلوكات لحماية نفسي من تلك الأخطار وأبره نعم لاحظوا أبناء هذا الجذور المهم بالزاف سنرى ذلك التفكير السليم والسلوك الملائم يجنبان الخطر قبل وقوعه إذن مصدر الأخطار هما نهر حوض السباحة يؤدي الغرق إذا أعتمد على قدرة الداتية هذا خطأ إذن تصرف أتعلم قواعد السباحة ينبغي تعلم قواعد السباحة لا ينبغي أعفو الاعتماد على القدرة الداتية الكلاب الخيطات الحشرات العقاري النتائج هي العض اللسع نعم أحذر من الحيوانات ولا أعتدي عليهم أتحرش بالحيوانات ولا أعتدي عليهم بالنسبة لمبالي الحشرات مواد صيدلية مواد التطهير إذن النتائج خطيرة تسمم أستعمل مواد الصيدلية وألعب بأكياس لمبالي لا لا ينبغي استعمال أم أتجنب استعمال إذا أتجنب استعمال المواد السيدة والمبيدات غاز موقد الفحم نقوط طبعا مسامير هذا تؤدي إلى الاختناق أحتاط بما فيه كفاء الكفاية نعم أحتاط هنا الجواب صحيح أما لا أحتاط فهذا خطأ ثم نار مواد سائلة ساخنة الحروق النتائجة له أله بالنار لا أله ولا ألعب بالمفاقعة بل أحذروا النار والمواد السائلة الساخنة نعم أسلاك عالية تيار ضغط عالي يؤدي إلى الساق أبتعي عن الأسلاك العالية جيد وأمسكوا لا أمسكوا بالأسلاك العالية طبعا سلاليم شرفات نوافذ السقوط والكسور هذه النتائج أصعد السلاليم بالجري وأطل من الشرفات والنوافذ لا أصعد السلاليم بالجري لا أطل بل طبعا أنزلوا وأصعدوا السلاليم بهدوء ولا أنحذروا من الشرفات والنوافذ إذن سنرى أعتذر ها هي هالجواب صاحب الهدي بالنسبة لتانية هالجواب دي الهدي وهنا كما ترونها الإجابات ها هما أخيرا هنا نعم جيد من مراها؟ أعبر عن رأيي سأعبر إن التفكير والسلوك السليم له أهمية قصوى في تجنب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه فالتفكير والسلوك السليم له الأثر والبريغ في الحماية من الأخطار والمحافظة على الصحة والسلامة أقوم تعلماتي أفسر لماذا ينبغي الأطفال تطوير قدراتهم دون المغالات في تقدير إمكانتهم أذكر مثالين عن نوع التصرف والسلوكات التي ينبغي على الأطفال قيام بها طبعا داخلها وخارج البيت لتفادي الحوادث وضمن السلام والأخطار أخطار الملتقة ثلاثة خطرين من الأخطار التي تعرض لها الأطفال بكثرة وأقدم اقتراحة وخ سنة ينبغي الأطفال تطوير قدراتهم دون المغالات في تقدير إمكانة الفردية لكي لا يعرضوا أنفسهم للمخاطر داخل البيت نخص مديرو لا ألعب بالأدوات الحادة نعم لا ألعب بالولاعة خارج البيت لا أتسلق الأعمدة الكهربائية لا أتسلق الأشجار والأصوار حيطا الامتعاد من الحيوانات كالكلاب تنزل هذه السباحة في النهر تجنب السباحة في النهر أو تعلم قواعد طبعا أعتذر تعلم قواعد تجنب قواعد السباحة وفي السلالين أنزلوا وأنزلوا وأصعدوا السلالين بهدوء أتمنى أن تكون قدرات